تحولت العاصمة بغدادي لأكبر مدينة للعشوائيات بالعالم وهذا في ظل وجود أكثر من 600 منطقة عشوائية بيها وتسببت بأزمة مياه الشرب لبعض المناطق وعدم قدرة الدوائر التنفيذية إيصال الخدمات للمناطق ومن يصير قرار قانون تمليك الأراضي الزراعية والعشوائية للمتجاوزين رح يحق للمواطن اللي يسكن بالعشوائيات تقديم طلب للبلدية لتمليك القطعة اللي يسكن بيها بحسب مجلس النواب لكن لحد الآن هذا الشي ما صار واللي صار هو إعطاء المتجاوزين مهلة قبل إزالة التجاوز وارتفعت نسبة العشوائيات وصارت 3 مليون و300 ألف مواطن يسكنون العشوائيات المنتشرة في عموم المحافظات وعلى الرغم من إعلان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي مع بداية العام الحالي عزمة توزيع أراضي سكنية على المواطنين لكن القرار ما تم تنفيذه لحد الآن المشكلة أنه الفساد وسوء الإدارة والتخطيط وضعف تطبيق القانون اتمخض عنه أزمة السكن والفقر وهي أسباب أدت إلى تفشي واستفحال ظاهرة العشوائيات وكشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عن آلية التقديم على قطع الأراضي السكنية للمواطنين وتمليك كل عائلة عراقية قطعة أرض للقضاء على أزمة السكن وتحريك الاقتصاد من خلال عملية البناء وتقسمت الأراضي لثلاث فئات الأولى راح تتوزع للرعاية الاجتماعية وذوي لعاقة أرض 200 متر لكل عائلة ويدفعون مبلغ 250 دينار عن كل متر أما الفئة الثانية هي الطبقة المتوسطة وراح توزع لهم أرض مساحتها 300 متر مربع يدفعون عن المتر الواحد 250 دينار ويدفعون مبلغ الخدمات البالغ 75 ألف دينار عن كل متر وتتسدد على شكل ثلاث أقصاد أما الموظف راح يشتري أرض مساحتها 400 متر مربع مقابل 250 دينار ويدفعون مبلغ خدمات 150 ألف دينار عن كل متر مربع ولا مربع ولا مثلث لحد الآن وما تطبق شي من هذه الوعود وسكان العشوائيات أمام المهلة وأمام القانون قبل إخلاء الدار اللي يسكن بيها في منطقة تجاوز